انا قلت لكابتن حسام حسن عشان كان القعدة فيها كثير من الاعلاميين وهو كان يعني بيقول انه انا عايز انا مش قعد معاكم عشان الناس تقول لانا اعظم مدرب او انه تسندوني بالعكس انتقدوني وانتقدوني فنان زي ما انتوا عايزين دون تجريح والكلام ده كله تمام انا طلبت منه طلب وطلبته من كل المدربين اللي جوموا في تاريخ منتخم مصرف لما انا عايش يعني او انا بشتغل في الاعلام يعني انه مفيش اعلام شوف انا بشتغل في الاعلام ممكن اقولك انا قوة عظمة وانا قوة انا اللي بحرك الكون مفيش اعلام ولا اعلامي ولا صحفي ولا اي شيء يقدر ينجح مدرب او ينجح لاعب او يفشل لاعب او ينجح لاعب الكلام ده مستحيل يحصل وحديك الدليل عشان برضو هتقول لي ايه لا يا كريم ده بيحصل وسعاد بيمسكه حد وشعاف ايه حديك الدليل انا من الناس اللي كانت موجودة في المدرجات وقت الكابتن محمود الجوهري واحد من اعظم المدربين اللي جوم في تاريخ مصر وهو يدرب منتخم مصر وكان مباراة يتعادل فيها او يخسر فيها الجمهور كله في الاستاد يقول له ارحل يا جوهري ارحل يا جوهري انا فاكي الهداف تمام؟ امشي معايا ارحل يا جوهري ييجي مدرب بعد الكابتن محمود الجوهري وطبعا الجمهور دوت كان الاعلام معاه الاجوهري لازم يمشي والجوهري مش عارف ايه تمام؟ ييجي مدرب بعده مفيش مطشين ثلاثة نفس الناس في المدرجات نفس الناس في الاعلام الحقنا يا جوهري الحقنا يا جوهري دي حكاية كابتن حسن شحاتة راجل اللي خدت هاته كاس افراكة ده اول ما جيه منتخم مصر ازاي حسن شحاتة يجيه منتخم مصر وتاريخه ايه حسن شحاته هو كان لعب عظيم بس مش مدرب انتقادات انتقادات يلعب مع منتخب مصر كل مباراة انتقادات انتقادات لحد ما كسر كاس الأهم الأفريكية لو ما كنقسر كاس الأهم الأفريكية 2006 بدربات التريح من كودفار ما كادش يبقى كابتن حسن شحاته الاسم التريح عشان كان اكيد هيمشي عشان كانت بتقوله في مصر فانت كمدرب اللي قادر تخلي الناس او تجبر الناس اعلام وجماهير انها تحترمك وتسندك وتدعمك لما تشتغل كويس وتتعب كويس وتجتهد كويس وتنجح ما قدتش بشكل كويس اصرت في شغلك ما اكتهدتش بالشكل الكافي ما تقولش ابدا انه الاعلام او الجمهور هو سبب رحيلي والله دي اجذوبة تاريخية كل شخص فينا قادر انه ينجح وقادر برضو انه اتعصر لو ما اكتهدش واشتغل بشكل كويس دايما الفاشل او اللي بيتعصر اسهل حاجة عنده ايه الظروف الخارجية والله اصلا ده فيه واحد كان بيزعالي هناك ده فيه واحد كان بيشتمني هنا ده فيه واحد كان بيقول انا وحش ده فيه واحد كان بيقول انا ما عرفش ده اصلا مشكلة مش تبقى عندي مشكلة تبقى في الظروف الخارجية اللي عايز ينجح ينجح فأنا بقولها هذا الوقت للكابتن حسام حسن والأي مدرب لمنتخم مصر يا فندم انت واخد دعم مجاني وبلا حدود طول الوقت طول الوقت اشتغل واتعب واكتهد وانجح وكده كده هتتشار فوق الرأس لما تنجح كده كده يعني كريم مثلا مثلا يعني أجيبها عندنا يعني وإن كنت طبعا أنا بالنسبة لي حسام حسن وبيلما حسن دول من أعظم الناس اللي جات في تاريخ الرياضة بالشكل عام مش بس الكورة كريم ما بيحبش حسام حسن بس حسام حسن راح كسب كاسس الأون الأفريقية حسام حسن راح وصلنا لكاس العالم هطلع أنا أقولك أقولك إيه حسام حسن اللي وصلنا لكاس العالم ده مش مدارب كويس عشان ما بحبوش إبراهيم حسن ما منفعش مدير للمنتخب كسبنا كاس الأون الأفريقية لا كسبناها بالحظ فيش بقى الكلام ده خالص غزب عن حتى اللي ما بيحبكش أو اللي عنده أهداف أو أغراض هيفضل طول الوقت يقول إنك مدرب عظيم ومدرب كبير ربنا يكرم كابتن حسام حسن يا جماعة ده منتخب مصر بغض النظر هنتكلم على الاسم المسمر وظيفي ده المدير الفني لمنتخب مصر له دائما وأبدا مننا كل الدعم والمساندة بشرط إنه يفرحنا آه دعم مشروط طبعا فرحنا وسعدنا عشان ده منتخب بلدنا إلا أنا متأكد إن كابتن حسام حسن وما هو أبراهيم حسن كابتن أبراهيم حسن وجهاز المعاون هيكلوا النجيلة زي ما كانوا بيأكلوها وما لعيبت كورة عشان منتخبنا ينجح واصف من ده بس المهم برضو إنه احنا نشتغل صح مش أكل نجيلة بس وأنا واصف إن شاء الله بإذن الله إنه احنا معاهم هنفرح ونسعد ونرجع نشوف منتخبنا الوطني تاني في أعلى الأمكان بإذن الله بإذن الله